الحقيقة المرة هي إن فيه شركات أدوية بتحاصر بعض الأطباء فتلو الأطباء يكتبوا أدوية بعينها كده مع إن مثلا الدواء الفلاني ده ممكن يكون له في السوق يجي مثلا عشر أشكال بعشر أسامي تجارية بس لو فيه دكتور مصري كده على دواء بعينه خلاص؟ خلاص هو شايف كده إحنا لينا إيه زي ما بنقول؟ لينا الإسم العلمي المادة الفعالة بتاعة الدواء ده روحنا بقى الصيدلية هتلو الصيدلية يقول لك على فكرة الدواء ده مش موجود خلاص؟ بس فيه ده وفيه ده وفيه ده وكلهم زي بعض كلهم تقريبا بسعر متقارب أو بنفس السعر خلاص؟ وهو هو المادة الفعالة بس ده شركة وده شركة تانية وده شركة تالتة وده شركة رب أو ده مستورد وده محلي أو ده نصف مستورد يعني المادة الفعالة بتيجي من بره وبيتغلف هنا وهكس اللي يحسم المسألة إيه؟ الاسم العلمي النصيحة العشرة إنكم تكونوا حاسمين في قرار إعطاء الطفل الدواء هي نصيحة غريبة أنا معاكو يعني إيه حاسمين؟ هو إحنا ممكن نتدلع يعني لكن اللي بيحصل في كتير من الأحيان هو إن الأب أو الأم بيستسلموا أو هما الاتنين يعني الأب أو الأم أو الاتنين بيستسلموا لبكاء الطفل يعني الطفل عمالي عيط مش عايز ياخد ده مش عايز ياخد ده فأنتوا بتبصوا كده للطفة تلقوا مثلا الأب بيقول إيه؟ خلاص بقى ما فيهاش حاجة يعني لما الجرعة دي تفوت أو الأم تقول خلاص بي يعني هو ده هيفحم نفسه ملعيات خلاص بقى مش مشكلة مش عارفين هنعمل إيه يعني؟ لأ لازم نكون حاسمين في موضوع إعطاء الطفل الدواء النصيحة الحداشر هي رغم الحسم اللي هيبان في صوتنا لما نقول للطفل إن دلوقتي معاد الدواء لكن هذا الحسم لا يمنع إن إحنا نقدم بعض الاختيارات اللي تحسس الطفل إن عنده بعض الإرادة في مسألة إعطاء الدواء أو أخدان الدواء هقول لكم زي إيه؟ زي إن إحنا مثلا نقول للطفل معاد الدواء دلوقتي يا حبيبي تحب ناخد الدواء ده فين؟ ناخده هنا ولا ناخده في القوضة التانية اللي جوه؟ فاهمين قصدي؟ الدواء ده مثلا هنشرب بعض دي حاجة ها تحب تشرب إيه؟ تشرب العصير ده؟ ولا تشرب النوع التاني ده؟ ولا تشرب لبن حليب؟ ولا تاكل حاجة؟ فاهمين قصدي؟ تحب مين يديك الدواء؟ بابا ولا ماما؟ ولا تيتا إذا كانت مثلا تيتا قاعدة معانا؟ فاهمين قصدي الأصل في الحكاية إن إحنا هذي الاختيارات لن تضر فكرة الدواء من قريب أو من بعيد بس هتفرق مع الطفل إنه يحس إنه هو مشارك في المسألة لو دور أو لو رأيه النصيحة الـ 12 إنه فيه أوقات الطفل بياخد الدواء غزبا عنه يعني ما خللينا صرحة وأظن أنتم عارفين و أنا عارف أنتم عارفين إنه فيه أطفال كتير قوي ما تاخدش الدواء غير لما بنكتفها ونحط لها الدواء في بقها ونقفل مناخرها وكلام ده كله فدي برضو نصيحة إن إحنا إذا كان ليس هناك بد من إعطاء الطفل إلا بهذه الطريقة فلازم نديله الدواء إن شاء الله بالطريقة دي ومع لش بنرضيه بعد كده وبنبس دماغه وبنحضنه وبنعمل كل الحاجات لأنه هو بيبقى متدايق وصعبان عليه طبعا ومتدايق مننا إن إحنا عملنا كده بس هو إحنا بنعمل كده لمصلحته النصيحة الـ 13 هي إن إحنا نستخدم المعلقة أو الكباية الصغيرة المدرجة اللي بتكون موجودة مع الأدوية أحيانا خلاص يعني بعض الأدوية لما بنجيبها بيبقى فيها معيار كده فهمي غطة كده أو كباية صغيرة لها معيار ده ليه لأن المعايير اللي هي العلامات اللي بتكون موجودة دي بتسهل إن إحنا نضبط الجرعة أفضل النصيحة الـ 14 إن إحنا نفضل استخدام السيرنجة طبعا بدون السن بنشيل السن اللي بندي بيها الدواء في حال إذا كان صغير يعني تحت الثلاث سنين تحديداً يعني بنحط الدواء ممكن في كباية أو معياره وكده بعيد نسحبه بعد كده بالسيرنجة دي طبعاً بنشيل السن وبنتدوله بقى إيه في بقه تمام؟ يعني أو إذا كان أكتر من ثلاث سنين بس بيقاوم بشدة على فكرة عايزة نبهكم إن فيه سيرنجة اللي هي حقنا يعني بتتبع في الصيدليات مش عشان ناخد بيها أدوية حقن هي مخصوصة للحكاية دي يعني فيه كتير قوم الصادرات عندهم الحكاية دي يعني ادخلوا الصيدلية قولوا لهم أنا عايزة أو أنا عايز سيرنجة أدي بيها لابني الدواء هيديكوا سيرنجة كده بيبقى لها كمان حتى تدريج كده معين أو خاص تمام؟ يعني الشركات المصنعة للحاجات دي انتبهت للمسألة فسهلت على الأمهات والأباء النصيحة الخمستاشر إن فيه أدوية زي المضادات الحيوية لازم نلتزم بموعيد الجرعات بتاعتها لأن التأخير ممكن يأثر على فعالية الدواء يعني لما نقول إن الدواء ده بيتاخد كل ست ساعات أو الدواء ده بيتاخد كل تمن ساعات وهكذا لازم نلتزم بالدواء بالمعاد قصدي النصيحة الستاشر دي بخصوص اللبوس الأدوية اللي في شكل اللبوس إذا تم وصفه للطفل فلازم نخلي بالنا إنه بيكون متشال في التلاجة يعني كل اللبوس تقريباً بيبقى متشال في التلاجة خلاص؟ أو معظم الأنواع يعني فلازم نطلعه قابليها بفترة خلاص علشان ما يبقاش سائع قوي فيبقى مزعج بالزيادة يعني هو أصلاً مزعج اللبوس الشراجي ده أصلاً مزعج فما بالكو بقى لو سائع كمان فإحنا عايزين نعمل إيه؟ يا إما نمسحه مسحة خفيفة كده بالمية الدافية أو نمسحه بمادة ملينة يعني فيه حاجة مشهورة قوي كلنا يعني بنستخدمها للجلد أحياناً نمسح بس اللبوس كده ادخاله في فتحة الشراج عند الطفل يكون أسهل النصيحة رقم 17 هي في حالة إذا كانت دواء نقط للعين أو نقط للأذن فبنحتاج وجود شخص تاني يساعد في السيطرة على الطفل آه عشان اللي بيحط النقط للطفل يقدر يحط النقط دي في عينه أو في عين الطفل أو ودن الطفل بشكل صحيح فمحتاجين حد تاني يساعد يعني حد يسيطر على قدن الطفل أو حركته لأنه حركة الطفل ممكن لقدر الله يعني يحدث إصابات للطفل نتيجة حركاته المفاجأة